مهم نرجع لرئيس الوزراء رئيس الوزراء شايف ازاي هذا الكلام نبرح كان ليه مؤتمر صحفي اتكلم فيه عن الزيادة في اسعار الكهرباء قال انها كانت ضرورية علشان تقلل الدين الحكومي قال ان الدولة هتحتاج انها تفضل في الخط ده لحد 20-25 علشان نرجع لوضع الاقتصاد اللي كان عليه في 20-21 هنا بنسأل سؤال مهم في ظل الحرب والضرب اللي احنا يحصل حوالينا ده هيأثر ازاي على اقتصادنا هنا يمكن بيهمنا بشكل شخصي ده هيأثر ازاي على مصر ده السؤال اللي اكيد هنحتاج ان احنا نتابعه ونحلله كمان في الايام القادمة